بعد جنون الدولار وتخطيه لـ 38 ألف ليرة قبل ساعات قليلة عاد وانخفض إلى ما دون 27 ألف ليرة فكيف يرى المواطنون هذا الانخفاض؟ وهل هم متفائلون؟ جولة للأنبيئة لمعرفة الأجواء إن شاء الله ينزل يعني إن شاء الله بيرش على الألف وخمسة كلهاتنا بدنا ينزل لو معنا كلهاتنا إذا عم نشتغل ببارت إذا بدك صغير من معاشنا دولار بس كلهاتنا بدنا يرجع كرامة كل الناس مش كرامتنا يعني ما نفكر بمصلحتنا بس فكر بكل الناس فبدنا ينزل شغلة إيجابية طبعا إنه عم ينزل بس ما في شيء بالأفق للمدى المنظور إنه يخليه ينزل دايما هلأ لحنا منتمنى نزل بس الأسعار هي اللي طلعت أسعار السلع يعني لبني جبني هالأصص يعني إذا هاي دي ما عملوا لرقابي وما نزلوها ملكون ما عملنا شيء هلأ عموه عم ينزل مكتبني بعد الأسعار هي هي بعد الأسعار هي يحرم الشعب أول عم يكلها ارتياح لخطوة حاكم مصر في لبنان في تدخله وإعادة السيطرة على القفز الجنوني لسعر صرف الدولار وتفلط السوق متمنيين أن ينعكس على الأسعار وتوصل إلى 38 إيجابية أكيد منين حم تنعكس على المواطن يعني هلأ كنا عم نسمع أنه ممكن ينزل ديزل ممكن ينزل عنين الغاز هالأصص بتمنى يا رب شو رأيك أنه عم ينزل الدولار أحسن بس بصير معاش ناقل وإيمي بنظرك مبارح وصل 38 اليوم عم ينزل معقولي بعد ينزل أكتر إن شاء الله إن شاء الله يصل لألف وخمسة يرجع هنزور أكيد منيح بس بوقتي مش مستمر هلأ شي منيح شي منيح بس بح يضل هك نازل لا بعتقدش هيدا درس لكل السيارفة لحتى ما يتلعبوا أصرفون يتمنعون عن الحديث فمنهم من يخاف ويتهرب تحت ذريعة ما خصني وما بعرف ومنهم من أقفل أبوابه اليوم بانتظار أن يعود ويرتفع لأنه ببساطة ما بنسبه يصرف على الواطن وعليه يبقى المواطن بانتظار أن يلمس المزيد من الحلول والانفراجات إذن مع انخفاض معدل الدولار بين ليلة وضحاها المواطن يتأمل أن تنخفض الأسعار ويعود الدولار للألف وخمسة لا رسالح أنبيئا